موسيقى كل عام المغرب تيقع مئات دي اتفاقيات الدولية وأغلبة الالتفاقية الدولية كدوز مرور الكرام بتاوحد ما كييدها فيهم بما فيهم أعضاء البرنامان وبما فيهم أعضاء الحكومة التي يوقعوا الالتفاقيات ولكن اليوم المغرب يعيش واحد الزلزال يعيش واحد الهزة واحد الفورا بسبب انضمام المغرب هو واحد الالتفاقية لتبادل المعطايات المالية الطريبية بينه بين الدول الأوروبية وهذا الزلزال هو الزلزال بالأساس خمسة المليون المغربة والخصوص في الدول الأوروبية هذا الفوبيا ليس لسبب العنصرية ولكن هذا الزلزال وهذا الفوبيا بسبب القلاق على المصير وعلى مستقبلهم وعلى فلوسهم وعلى أملاكهم وعلى عقاراتهم وش الضريبة لك نخلصها ماشي كافية وليك سنخلصها وش غدت تنخلصها ابتداء من 2021 ولا غيدروا معايا الدول الأوروبية واحد المراجعة عبر العودة إلى إحساء الممتلكات وإحساء الحسابات البنكية اللي كنملكها في المغرب طبيعة الحال هذه الأسئلة تولدت عنها أسئلة أخرى حارقة بالنسبة لمغربة العالم وش الحسابات البنكية اللي يفاتحينها في المغرب نخليوها ولا نصدوها ولا نصدوها بالمغرب نخليوها راولا ضرائب ولا نعود إضافونها الأوروبا في نحيتي اعيش ونخلصوا على مشروع ج이PS والعقارات التي كلملكوا في المغرب وش نخليوها وولا نبيعوها وولا نبيعوها بالخسارة ولها بالخطيه ولا لا ما بغناش نبيعوها وش نحاولوها بسمية العائلة والأفراد دياننا علماً أن العديد من أفراد الجانية المغربية يملكون دور عادي.. أغلبها في السكل الاقتصادي اللي تخلصوا فيها أقصات لمدة عشرة أو خمسة عشر سنة من دم جوفهم كل شهر تحتوي على الأبناء يعني هذا القلق وهذا الغليان اللي تعيشوا فيها مغربة العالم اللي زاد كبزيز على النار هو أنه ولمس أولجا وطمعا الرأي العام المغربي داخل وخارج المغرب رئيس الحكومة ما كانوا تتكلموش معه في هذا الفيديو لأنه نحن نريد الدوكم غير ونريد الدين عليه لأنه أبكم لا يتكلم إذا كان شي همزة سياسية ولا كان شي غانيمة كتهموه با وتهم الأحزاب دياله الحزب دياله والأنصار دياله ولكن باقي أعضاء الحكومة يتحملون كامل المسؤولية هما وأعضاء ومكبار المسؤولين ديال الدولة وزير الخارجية الوصية على قطاع المغاربة العالم فينا هو يجيش صراح للمغاربة هذا الاتفاق ينتبادل المطاياة البنكية والضاربية مع أوروبا عشنا هو الصياق اللي يجعل المغرب ينضم لها واشنه المكاسيب اللي يجنيع المغرب واش هذه الاتفاقية ستشمال الأفراد أو ستشمال الشركات أو ستشمال الشركات والأفراد الوزيرة المكلفة في مغاربة العالم وهي حسرتها التي دائما ترفع الشعار بأنني أنا رأي عيش في الغربة وعرف الدل ديال الغربة والحرقة ديال الغربة فينك وزير المكلفة في مغاربة العالم يجيش رحي لخوتك المغاربة الخمسات المليون ديال المغاربة يعني هذا القلق اللي تيعيشوا فيه وزير المالية الذي دائما يتعامل مع 5 مليون المغاربة بشكل بقرة حلوب يعتبر بسطام كبير يحلم منه مع الفلوس لتوازن المالية ديال الدولة ثم المدير الكبار ديال الدولة المدير ديال الدرائب فين كأخوية جاء تخرج تلفازها العمومية وتشرح 5 مليون ديال المغاربة يعني هاد المخاوف وتبديد هاد المخاوف ديالهم المدير ديال مكتب الصرف يعني عود ما تخرج لتبديد مخاوف كبار رجال أعمال وكبار يعني الشركات المغربية رحتى 5 مليون المغاربة اللي دمجوا ذم تهزوا الميزانية ديال الدولة بـ 33% را عندهم تهم حق في أنهم يعرفوا أشنوطاري بسبب هاد الاتفاقية ديال تبادل المعطايات الضريبية والبنكية مع الدول الأوروبية وبمعنى الحكومة الساكسة ولم تخرج إلى واحد البلاغ يتيم عن طريق مديري الضرائب وحتاج البلاغ اللي يخرج في مارس 2021 زاد كبزيت على العافية لأن البلاغ ديال مديري الضرائب تيقول لك لله المغرب لن يسلم أي معطايات بنكية للدول الأوروبية في عام 2021 بمعنى بطريقة غير مباشرة عرف 2022-2023 غنبدون نعطيه حلقة مغرب غنبدون نعطيه معطايات بنكية للدول الأوروبية إذن لازم على أي مسؤول حكومي يخرج يبدد المخاوف ديال 5 مليون المغاربة لأن هذه الاتفاقية اللي كتسمى التأكل ويعاء الضريبي ونقل الأرباح هي جات في واحدة سياق دولي ديال ضغط الدول الأوروبية خاصة الجيفان والمنظمة ديال التعاون والتنمية الاقتصادية للشركات العالمية الأغلبية تنحضرها من أوروبا ومن أمريكا وكانت كتتهرب من أداء الضرائب فكان لازم ننبحث على بعض المنافيد لتجفيف ديال المنافيد ديالتهرب ضريبة ديالت الشركات الكبرى فنضجت الفكرة في واحدة اتفاقية اللي اسمتها بيبس اللي يلآن لوقعها على المغرب اللي توقعت في باريزة 2016 وانضم إلى المغرب في يونيو 2019 وصدر القانون الخاص بتطبيقها في دجمبر 2019 ونشرت في الجارة الرسمية يوم 18 ينيل 2021 الصفحة 680 لمن يودوا الطلاع للمصادقة المغرب على المعاهدة في الموقع الإلكتروني دي الأمان العام للحكومة في الجارة الرسمية طبيعة الحال يعني الدول الأوروبية كما قلنا تبحث على تجفيف المنافيد للتهرب لأن هذه الشركات العالمية أغلبها أوروبي وأمريكي المغرب ولا الموزنباق ولا ميسر ولا كواتيمالا ما عندهمش شركات عالمية لأن هذه الشركات كانت عندها واحد رياضة مفضلة وهو أن الأرباح ديالها كتحولها من الدول اللي عندها واحد الباريم يعني طالع في الضريبة إلى دولة اللي عندها الباريم ديالها هابط والمغرب طبيعة الحال دولة ضعيفة يسعى إلى استقطاب رسامير يسعى إلى استقطاب الشركات يسعى إلى استقطاب الأبناء المانحة والدول المانحة لم يكن له من خيار إلا الانضمام إلى هذه الاتفاقية حتى يتم إخراجه من لاليسنوار دلدك المالادات الضريبية أو الجنات الضريبية طبيعة الحال يعني لحق لنق في معارضة المغرب في الدخول إلى نادي ديال الشفافية ولكن الشفافية رمشية الشفافية الشفافية رهية إذن المغاربة عندهم الحق في المعلومات والشفافية هي أن يخرج يمسؤول يوضح للخمسات المليون المغربي ما لهم وما عليهم